السلاح الذي لم ينتهي استخدامه حتى في حال الهدنة الجارية وعند انتهاء الحرب الألغام ما تزال تحصد ضحايا عدة تقرير أممي جديد كشف بأن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تسببت في مقتل 121 شخصاً في اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وفي تقرير أعده استناداً إلى بيانات جمعها المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام أشار إلى أن غالبية الضحايا في محافظات الحديدة والجوف ومأرب المكتب دع المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من التمويل لدعم جهود إزالة الألغام في اليمن وهو ما طالب به أيضاً مركز حقوقي آخر هو المركز الأمريكي للعدالة حيث دعا للعمل بشكل عاجل على إنهاء كارثة الألغام باليمن وبدي إجراءات سريعة للمساعدة في الكشف عن خرائطها وتطهير البلاد منها المركز الأمريكي وجه أصابع الاتهام بشكل واضح لمليشيا الحوثي التي تزرعها وتتسبب بالمآسي لضحاياها الكثر وتعطيل الحياة العامة وحصار المدنيين الحكومة ومنظمات حقوقية بدورها تتهم أيضاً مليشيا الحوثي بزرع أكثر من مليوني لغم أرضي فيما تتوالى الأنباء بشكل شبه يومي بسقوط ضحايا من المدنيين بين قتلى وجرح جراء الألغام والعبوات المتفجرة في الجوف والحديدة تعز وحجة آخرهم مقتل طفلين وإصابة والدهما وشقيقهما بانفجار لغم أرضي زرعتهم لشي الحوثي غربي محافظة الجوف كنابل موقوتة إذن هي الألغام يقع في فخاخها الممتدة في طول البلاد وعرضها العديد من الأبرياء رغم بعض الجهود لنزعها مع استمرار زرحها من قبل مليشيا الحوثي اشتركوا في القناة